موسيقى أثارت تغريدة الرئيس الأمريكي بأن بلاده هزمت تنظيم داعش الإرهابي من سوريا الكثير من ردود الفعل والتساؤلات حول مصير هذا البلد واستغل التنظيم هذا الإعلان ليثبت وجوده بحسب ما ذكره السيناتور الأمريكي لينسي جراهام تساؤلات تدور بلا إجابات حول مستقبل الاستقرار الأمني في سوريا لا سيما أن المجتمع السوري ما زال تحت عبء أعداد كبيرة من التنظيمات الإرهابية والتي تتعاقب في مدى تسلمها لدمام الأمور ما بين من يصبح أكثر تأثيرا ومن يخفض وهجه من هذه التنظيمات وأثارت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده هزمت تنظيم داعش الإرهابي في سوريا الكثير من التساؤلات حول مصير هذا البلد إذا ما كان قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا نتيجة سقوط الأماكن التي كانت تحت نفوذ التنظيم الداعشي إلا أن ذلك لا يدل على اختفاء وجودهم في الفضاء السوري وينعكس ذلك من خلال الهجوم الانتحاري الأخير الذي تعرضت له مدينة منبج في شمال سوريا والذي أسفر عن 19 ضحية بينهم أربعة أمريكيين وفي ذلك استدلال على أن التنظيم استغل مناسبة الإعلان عن انسحاب القوات الأمريكية لإثبات وجوده مما يخالف ما صرح به الرئيس الأمريكي وتأكيد أن داعش لا يزال صامدا وقادرا على الاستمرار وذكر السيناتور الأمريكي لينسي جرهام أن تصريحات ترامب بخصوص قرار الانسحاب من سوريا أدت إلى إثارة الحماسة لدى داعش أو إعادة الأمل لديه بقدرته على معاودة النهوض بينما من الممكن أن يتم فهم قرار الانسحاب الأمريكي استسلاما ففي الوقت الذي سحب فيه داعش البساطة من القاعدة منذ 2014 في كل من الرقة والموصل والمدن الأخرى نشهد أخيرا معاودة تنظيمات تابعة للقاعدة واستحواذها على مدن أخرى مثل إدلب أو دول أخرى مثل اليمن فيما نهض داعش وحاول احتلال جبال تورابورا مع قليوسامة بلعدن من أجل وضع دوائه فيها وإثبات قوة وجوده وبعد أن تمكن تنظيم القاعدة من سرقة الوهج الإعلامي لأي تنظيم آخر في أعقاب 11 من سمتمبر إلول إلا أن الحيثيات المتعلقة بالبروبوغاندا والحملات الدعائية للجماعات الإرهابية تغيرت بعد أن أصبح العالم الإلكتروني هو القادر على الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص ليظفر تنظيم داعش بذلك الوهجة تنظيم آخر سعى لأدلجة السوريين هو تنظيم حراس الدين الإرهابي الموالي لتنظيم القاعدة والمتمركز في جنوب شرقي محافظة إدلب وقد تمكن من استقطاب مزيج من العناصر القدامة ممن كانوا منضمين لتنظيم القاعدة إضافة إلى أعضاء منتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي ويظهر حرص التنظيم على التغلغل في المجتمع السوري من خلال ممارسة الضغوط حتى على الجامعات مثل اقتحامه جامعة إدلب في ريف المدينة التي قام بتهديدها بغلقها قسريا في حال استمرت على نهج الاختلاط بين الجنسين وهو التهديد نفسه الذي تعرضت له من حيئة تحرير الشام الأمر الذي يدل على سعيهم لفرض التغيير في النسيج الاجتماعي والأنماط الحياتية المعيشية وخلق التشدد الديني بدورها كشفت صحيفة أمريكية عن علاقة وثيقة بين الاستخبارات التركية وأحد قيادات تنظيم القاعدة الذي أشرف على مجموعات إرهابية في سوريا ونقلت صحيفة واشنطن إكزامينر تقريرا تحت عنوان حان الوقت لإعلان تركيا دولة رعية للإرهاب أعده رئيس مكتب أنقرة السابق في صحيفة زمان تودي عبدالله بوزغورت قال فيه أن الاستخبارات التركية كانت تدعم أحد أفراد تنظيم القاعدة في سوريا بعدما كان كذلك حلقة الوصل بين أنقرة وحركة شباب صومالية الإرهابية والحديث أكثر مشاهدين حول هذا الموضوع سعدني أن أرحب بضيفاي معي من بروكسل الأستاذ يوسف عبدالقادر محلل أمني بالمركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب ومن برلين السيد عبدالمسيح الشامي محلل سياسي ضيفاء الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم أستاذ يوسف شكرا لتلبية الدعوة مساء الخير مساء الخير يا فانديم أهلا بحضرتك أهلا بك أستاذ يوسف كما أشرنا بالتقرير تساؤلات كثيرة بلا إجابات تدور في فلك الأزمة السورية بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من شمال سوريا في ظل هذه التنظيمات المتواجدة على الأراضي السورية نعم فانديم هو يعتبر كل الأشياء التي تحصل في الوقت الحالي كأي استخدام باسم الدين طبعا هو مرفوض تماما لكن للأسف كحراس الدين أو القاعدة أو داعش كلها تعتبر عصابات ممنهجة هي لها داعم أساسي زي ما حضرتك أكيد تعرف أن تركيا وبعض البلاد الأخرى طبعا هي مسؤولة بكل الدعم اللي بتقدمه لكل البلاد دي لكل التنظيمات دي فلالأسف هو كله تحت اسم الدين نعم سيد عبد المسيح الشامي سعد لي مساك مساك الخير لك صديق العزيز ولضيفك الكريم وللسهد المشاهدين أهلا بك سيد عبد المسيح سوريا يؤكد الكثيرون من داعش إلى حراس الدين عملية استقطاب ومساعي لإستقطاب المقاتلين القدامى في صفوف هذه التنظيمات ضمن تنظيم جديد يطلق عليه اسم حراس الدين هل ستخرج دعنا نقول سوريا من عباءة تنظيم داعش الارهابي إلى عباءة حراس الدين الفصيل التابع للقاعدة يعني العباءة أعتقد أنها واحدة تتغير ربما الألوان تتغير أحيانا الأسماء ولكن بالنتيجة العناصر هي ذاتها المنابع هي ذاتها الفكر هو ذاته والدول الرائعة هي ذاتها لا تتغير اليوم احتلق مشروع داعش وانتهى وصف هذا المشروع كمشروع الدولة الإسلامية ولكن أعتقد أن الفكر مازال قائم وبالتالي اليوم هذا التنظيم ومن يقب خلف هذا التنظيم من أمريكا إلى تركيا إلى كل هذه الدول التي تدعم وتسهل وتمول وتمد هذا التنظيم بالمالي وبررجال وإلى ما هناك اليوم مشحتاجة إلى اسم وإلى عنوان جديد كي تستطيع الولوج إلى المرحلة الجديدة بعد أن قام فعلا بشكل أو بآخر الجيش السوري وحلفائه الروس والإيرانيين ولو بدرجة أقل بشكل أو بآخر بتصفية هذا التنظيم واليوم أعتقد أننا على أعتاب مرحلة جديدة أيضا في الملف السوري هناك طبعا كما نشهد اليوم اجتماع لوزير الدفاع الروسي والتركي ربما يكون هناك أجواء جديدة تجاه المشروع الأمريكي التركي صابقا وهو مشروع داعش أعتقد أن هناك ربما جملة من الحلول أو ربما اتفاقات جديدة حول تصفية هذه المجموعات لذلك اليوم أمريكا أعتقد ومن بشكل أو بآخر له علاقة مع هذه المجموعات يحاول الولادة من جديد باسم جديد لكي يستطيع الاستمرار بلعب دور بشكل أو بآخر تركيا بشكل عام ربما تكون أيضا هي أحد المسؤولين عن ولادة هذا التنظيم الجديد لأن تركيا لا تملك حقيقة في الملف السوري سوى ورقة المجموعات الإرهابية والجميع يعرف أن هذه المجموعات وهذه التنظيمات لا يمكن لها أن تبقى في شمال سوريا وأن تستمر وأن تتوالد من جديد دولة الدعم التركي وبالتالي للتركيا هذه المجموعات هي تعتبر ورقة النجاة الأخيرة أو ورقة المفاوضات الوحيدة التي يمكن أن تضعها على الطاولة هي تضعها اليوم مع الروس تضعها مع كل الأطراف وبالتالي من البديه أن تكون تركيا لها يد في ولادة هذه التنظيمات خصوصا وأن ورقة داعش قد أحرقت وبالتالي فهناك ما زال لعب على هذه التنظيمات ولو بأسماه مختلفة أستاذ يوسف بالعوتة إليك وفي ظل النقطة التي أثارتها أو الذي أثارها الأستاذ عبد المسيح الشامي موضوع الدعم التركي للتنظيمات الإرهابية المتواجدة في الشمال السوري الآن حتى معلومات استخباراتية الروسية حذرت من اندماج داعش والقاعدة في هذه النقطة الجغرافية من سوريا مع العلم بأن هناك من يؤكد بأن تركيا أعطت الضوء الأخضر لجبهة النصرة للسيطرة على هذا دعنا نقول المكان أو المدينة أو المحافظة محافظة إدلب أستاذ يوسف نعم طبعا أنا بأيد تماما رأي الأستاذ عبد المسيح الشامي لأن فعلا هو هذا الواضح في الوقت الحالي أن مهما اختلفت الأسماء مهما اختلفت الألوان هو الهدف واحد الهدف هو تقسيم سوريا أو استخدام اسم الدين لتحطيم سوريا لكن واضح جدا أن كل الاستخبارات التركية تعتبر هي المنظم الوحيد لكل هذه المنظمات لأن فعلا لو نقدر نرجع بالوقت في الماضي وفي الوقت الحالي كل ما يحصل هو الهدف منه هو تقسيم معين لدولة سوريا وهو استخدام اسم الدين تحت أي منظمة سواء كانت داعش أو حراس الدين أو مهما كانت الأسماء كلها أسماء تحت العباءة واحدة لا يوجد أي اختلاف بينهم سيد عبد المسيح الشامي الجدير بالذكر هنا موضوع التنظيمات الإرهابية المتواجدة أكثر من 17 تنظيم مدرج على لائحة الإرهاب العالمية هنا متواجدة في ظل مناطق النفوذ التركي في الجغرافية السورية حتى شركات جهادية تقوم بتدريب وتمويل هذه التنظيمات كمالحمة تاكتيكال يعني في ظل كل هذه المعطيات والآن أشرت حضرتك بأنه قد تكون هناك أجواء جديدة بين الروس والأتراك فيما يتعلق بموضوع الشمال السوري وبالتحديد موضوع التنظيمات الإرهابية برأيكم في نهاية المطاف كيف سيتم إخراج دعنا نقول هذه المعادلة هل حسب الرواية الروسية التي تطالب بتصفية كل هذه التنظيمات في الشمال السوري سيد عبد المسيح شام أم سيكون هناك دور تركي آخر في استثمار هذه التنظيمات يعني واضح ومعروف وبديهي أن الأتراك يحاولون بشكل أو بآخر وبصراحة بشتى الوسائل للحفاظ على هذه المجموعات الإرهابية والتي بشكل أو بآخر هي تتواجد في تركيا قيادات هذه المجموعات في تركيا وتنتشر في سوريا وبالتالي تركيا هي الحاضنة الأم لهذه المجموعات تركيا سوف تماطل وسوف تناور بهذه الورقة إلى آخر نفس حتى تستطيع حتى بعد الحل السياسي حتى إذا كانت وضطرت الدخول بحل سياسي في سوريا أو تكون طرف شريك أو مساعد في الحل السياسي في سوريا فهي سوف تحاول بشتى الوسائل أن لا تخسر هذه المجموعات وأن لا تتخلى عنها وأن لا تنهيها بشكل كامل الحل الوحيد طبعا هو بإنهاء هذه المجموعات ولكن تركيا برأيي لن تكون شريك صادق بهذه القضية ربما تصفي بعض المجموعات هنا أو هناك ربما تحاول اللعب على الوضع الميداني تنقلهم من هنا إلى هناك أو كما تفعل الآن تعمل على توليد مجموعات أخرى بأسماء مختلفة بألوان براقة ربما ولكن بالنتيجة لا أعتقد أن تركيا هي جادة حقيقة في التخلص من هذه المجموعات الروس يعون هذه الحقيقة ويحاولون بشكل أو بآخر استيعاب الوضع التركي حتى لا ينقلب بالمطلق ضد المشروع مشروع الإصلاح ومشروع إنهاء المجموعات الإرهابية نعلم أن هناك أدوار كانت ربما بشكل أو بآخر نتيجة الضغط الروسي نتيجة التهديد الروسي ونتيجة أن هناك كثير من الأوراق التي يمكن أن تلعبها روسيا داخل تركيا في الاقتصاد في السياسة وحتى في الأمن تستطيع بشكل أو بآخر فرض إرادته على الأتراك والأتراك يعونى ذلك ونتذكر كيف حدث بعد إسقاط الطائرة الروسية وكيف كان هناك عقوبات يعني أدت إلى انهيار حقيقي في الاقتصاد التركي وبالتالي تركيا مضطرة للتماهي مع الرغبات وأحيانا مع الإملاءات الروسية ولكن إلى أي حد يمكن أن يكون هناك حل سريع أعتقد أن هذا الأمر ربما ما زال حتى الآن ليس واضح بشكل كامل ولكن الروس يدفعون باتجاه أولا يعني الضغط على الروس للتخليص ربما أو ربما لإنهاء الوضع المسلح في إدلب وفي أماكن مختلفة دون الدخول في عملية يعني عملية عسكرية مباشرة في إدلب أو في شمال أو حتى في شرق أنفرات أو في أماكن مختلفة ولكن بشكل أو بآخر أعتقد أن الأتراك يماطلون قدر الإمكان وهم أعتقد سوف يبكون على هذه السياسة وعلى هذا النفس إلى أمد طويل نعم أستاذ يوسف يعني في ظل الحديث عن الإرهاب هناك مشاكل كثيرة لا زالت عالقة في هذا البند موضوع حتى انسحاب القوات الأمريكية والمعتقلين من قبل دعنا نقول الموجودين في سجون قوات سوريا الديمقراطية من تنظيم داعش الإرهابي هناك دول ترفض استقبال مواطنيها المنتمين لتنظيم داعش وأيضا فيما يتعلق بموضوع العملية العسكرية تجاه إدلب القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية أستاذ يوسف بالفعل طبعا في دول كثيرة منها بلجيتا ومنها دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي يرفضوا استلام أي إرهابي مهما كانت جنسيته حتى إذا كان يحمي الجنسية الأوروبية لكن في نفس الشأن في بعض المنظمات بتطالب بعودة الأطفال حتى سن معين يعني على سبيل المثال الأطفال المحتجزين في المعسكرات الكردية في أطفال وزوجات أوروبيات من أصول طبعا عربية أو سواء أصول أوروبية كانوا متواجدين في تنظيم داعش الإرهابي في بعض المنظمات بتطالب بعودة الأطفال لكن طبعا الحكومة البلجيكية ليس بالسهل أنها توافق على هذا الشيء حتى بعد صدور حكم من المحكمة بعودة الأطفال حتى سن حوالي سبع سنوات بالحق العودة لجدتهم أو بالفعل لجدتهم لكن المنظمات نفسها قامت بهذا الطلب طبعا قامت بطلب المحكمة والمحكمة بدتهم الحكم أنه أي يوم الأطفال تتأخر فيه 5000 يورو وتتفع قطع ويد على كل طفل في اليوم لكن في نفس الوقت الحكومة البلجيكية رفضت هذا الشيء واستأنفت لأن بمجرد عودة الأطفال ستكون الخطوة الثانية بعودة الأمهات فهذا الشيء يقلق بالفعل المجتمع الأوروبي بالكامل بعودة الإرهابيين إلى هنا مرة أخرى لهذا السبب هم بيشددوا كل القوانين وكل أي شيء يسمح بعودة الإرهابيين مرة أخرى نعم ضيفي من بروكسل ألو ساذ يوسف عبدالقادر محلل أمني بالمركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب شكرا جزيلا لك وشكر لك أيضا ضيفي من برنين ألو السيد عبد المسيح الشامي محلل سياسي مشاهدين أفاصل ومن ثم ندخل المحور الثاني في حلقتنا للليلة ترجمة نانسي قنقر